رئيس الزميلات والزملاء الكرام أستهل كلمتي أولاً بتهنئة الحكومة بالسلامة بعد عشرين جلسة كوموندو شهدتها السراي الكبير ونجاحها في تحطيم كل المتاريس بين صفوفها الداخلية لتزفى إلى اللبنانيين أخيراً موازنة صوتنا ووافقنا على بعض بنودها نحن في القوات اللبنانية ولكن تحفزنا على كثير من الإصلاحات التي لم تحصل لتأتي أقل ما يقال فيها أنها هجينة وعرجاء موازنة قد تلجم التدهور بالانكماش ولكن إلى متى وتخدر الاستقرار وأيضاً إلى متى لتبقى بعيدةً عن طموحات الشعب والتواق إلى لقبة عيش كريمة إنها موازنة أرقام أشبه بدفتر الدكنجي هي جسد بلا روح لأنها لا تحمل أي رؤية اقتصادية مستقبلية تعطي بعضاً من الثقة والأمل لحل الأزمات المتراكمة منذ سنوات فالموازنات في الدول المتطورة هي قبل كل شيء عبارةٌ عن رؤية اقتصادية واجتماعية وعسكرية وزراعية وصناعية لخمس سنوات وعشر سنوات بينما اكتفت موازنة هذه الحكومة بالحسابات الدفترية والتي قد ينتهي مفعول جدواها عند أول استحقاق في صياغة الموازنة المقبلة حيث تنتظرنا الأزمات الكبرى إن لم نضع يدنا على مكامن العذر المتفلت ونتصدى للفاسدين ولناهبي المال العام ومن يغطيهم دولة الرئيس الشعب يا دولة الرئيس مدرك ومتيقن ونحن مدركين معه بعد الذي شهدناه في هذه الموازنة وجولات مناقشتها في لجنة المال أن الدولة تخلت عن مقدراتها المالية لصالح بعض أصحاب النفوذ في السلطة الذين يتوزعون المؤسسات الربحية التي يمكنها أن تغزل خزينة بالمال بل بدل أن يذهب هذا المال إلى جيوب أصحاب النفوذ ومحاسيبهم الشعب يسأل لماذا تبقى بعض القطاعات خارج عن سلطة الرقابة والمحاسبة فكيف يعمل قطاع الاتصالات مثلا بفعالية من دون هيئة ناظمة وزير الاتصالات الحالي الذي نتوسم فيه خيرا لتطوير القطاع وخسخصته ونأمل معه كثيرا في تطوير هذا القطاع نشكره على جرأته وصراحته عندما أبلغنا في إحدى قاعات هذا المجلس أنه عنده خمسمائة موظف ما عم يشتغلوا شي وما عارف شو بيشتغلوا وإذا بدكن يوهم خذوا المحل ما بدكن لأنهم عبء على الوزارة وعليه من أدخل هذا العدد من العاطلين على العمل من الموظفين إلى هذه الشركة عام 2012 أقدم وزير الاتصالات في حينه على تنظيم عقد إدارة مع شركتي الخليوي واستغل عفوا واستغل لأن أزلنا استغل بصف كأنه هو وحده واستغل تنظيم العقد المتفلت من المحاسبة ليدخل بعدها بقرارات من الوزراء المتعاقبين مئات الموظفين من المحاسيب ماذا عن بقية اللبنانيين أصحاب الكفاءة الأعلى من هؤلاء أليسوا هم الأحق بالتوظيف وهم الأكفأ والأجدر بهذه الوظائف نحن نقول لا فضل للبناني على لبناني آخر في الوظيفة إلا بالكفاءة وأضيف ونتعهد لأقول لا فضل لأي لبناني قواتي على لبناني آخر في الوظيفة إلا بالكفاءة فكيف ندخل هذا العدد وبهذه الطريقة وقطاع الاتصالات لا يحتاجهم في الوقت الذي تقطع رواتبهم من خزينة الدولة قطاع الاتصالات في العالم تديره شركات خاصة فيه 193 دولة من أصل 196 193 دولة فيهم شركات خاصة بيديروا القطاع بينما لبنان واحده مع دولتين هني يلي كيمشين هالقطاع بإيدهم طيب شو هالنوابغ نحن يعني اللبناني وحدنا بنعرف أكثر من كل دول العالم طبعا نحن عنا نوابغ بس هود النوابغ هربوا أمام تربع أهل المحسوبية على السلطة وفي الوظائف الخوف اليوم يا دولة الرئيس أن نصل إلى لحظة قد نجبر خلالها على دعم قطاع الاتصالات كما نفعل اليوم ومع قطاع الكهرباء كما نفعل اليوم مع قطاع الكهرباء والنتيجة الجميع يعرفها وهي إفلاس الدولة بريطانيا العظمة دولة الرئيس العظمة وكلنا بنعرف مين هي بريطانيا العظمة من خمسين سنة كانت المشكل فيها بالقطاع الكهرباء مثل عندنا نحن باللبنان لا بل أسوأ بكثير كان هونيك الكهرباء على المذهبية كاتوليكية أو بريتستان آخر شي قالوا نحن ما فينا ندير هاي القطاع سلموه لشركات خاصة صار في كهرباء عند الناس والدولة عم تدخل مصاري وكل العالم مبسوطة دولة الرئيس قطاع الجمارك يشكو من ضعف العديد وغياب الحداثة وهذه مسئوليتنا نحن لماذا لا نطويره لماذا لا يتم اتخاذ كافة التدابير لوقف التهريب عبر المرافق والمعابر نوصل هون لمرفق بيروت تدير المرفق لجنة رقابة من سط أعضاء ورئيس من قامتها من حوالي 30 سنة من 92 هذه اللجنة لا تحمل صفة رسمية هي ليست مؤسسة عامة ولا شركة خاصة سلسلة رواتب اللجنة والموظفين في الشركة لا علاقة لها برواتب موظفي الدولة وهنا الرواتب تفوق الخيال حتى أعمال اللجنة لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية ولا ارتباط لها بالمالية العامة وكأنها يا دولة الرئيس جزيرة مستقلة تمام الاستقلال عن الكيان اللبناني المالي والإداري والمعنوي فهي تتصرف بالأموال التي تشبيها وتتوزعها كما تريد وإذا بيأشي نعطي للدولة فهل من المعقول أن تبقى إرادات مرفق بيروت للخزين العامي ضئيلي جدا مثلا في 2011 مرفق بيروت بعت للدولة 30 مليون دولار في 2012 ولم تليك صفر دولار في 2013 20 مليون دولار كيف سيكتين عنها أنا لا أعرف كدولة كل هذا النهب للمال العام يحصل على مرأة ومسمع كل المسؤولين المتعاقبين على كافة مسؤولياتهم وبمعرفة كل أجهزة الأمن في الدولة ومن دوبيها التي ترصد حركة المرفق بحيث يحكى أن بعض الأمنيين اكتنزوا جيدا من مراقبتهم لأمن المرفق ولا يزال الوضع مستمرا ولا أحد من المسؤولين يجرؤ على معالجته وكيف بدك الناس يقولوا ويقتنعوا أنه نحن عم نعمل لهم دولة تحافظوا على حقوقهم وعب تحافظ على المال العام حدودنا البرية مشرعة بلا ضوابط ويحاولون ثبرير عدم التمكن من ضبطها بالعدد الكبير للمعابر غير الشرعية بس نسمع هايك منقول شوه نحن بغابة الأمازون ولا بمجاه الأفريقية ولا بتورابورا محدود اللبنانية معروفة من جبل الشيخ للقاع ما كلها شبه صحراوية يعني بتشوف البارغ شيعة ثلاثة كيلوماد كيف ما فينا نضبطها مش معقول وهون منسأل كيف استطاع جنودنا حماية هذه الحدود من الإرهاب والإرهابيين بينما يعجزون عن حمايتها من المهربين كفاً طقاصاً وتشكيكاً بقدرة قواتنا المسلحة فمؤسساتنا العسكرية والأمنية قادرة على ضبط كل الحدود إلا إذا كانت هذه المعابر محمية من بعض رجالات الدولة لا أكيد لا الكارثة الحقيقية إن أحد الوزراء الأمنيين أبلغنا عبر وسائل الإعلام إن تسعين بالمئة من التهريب يحصل عبر إن نسبة كبيرة أو تسعين بالمئة من التهريب يمر عبر المعابر الشرعية في العريضة والعبودية والقاع والمصنع بواسطة بيانات مزورة أوكي المعابر الشرعية أنا اكتفيت بالمعابر البرية يمر عبر المعابر الشرعية بواسطة بيانات مزورة فهل أصبحنا دولة بيانات مزورة وهل صارت دولتنا دولة كارتون يعني أنه البيانات المزورة هي اللي بتتحكم بالجاميرك وبجاني المال العام وبعبور كل شي مخالف على الحدود هنا نسأل شو عملنا لمنع التزوير دولة الرئيس قمة الانحلال والتفكك والرشوة والفسال شهدناه خلال عام 2018 عشية الانتخابات النيابية عندما أقدم كثيرون من المسؤولين وزراء ونواب ومسؤولين سياسيين على مخالفة القانون جهارا أقدموا على رشوة آلاف المواطنين وأدخلوهم إلى الدولة خلافا للقانون رقم 46 على 2017 يلي هني وضعوه إنما حصل من رشوة ومخالفة للقانون يعد أسوأ أنواع الفساد فإذا أردنا إصلاح الدولة لإعادة بنائها علينا أن نبدأ منذ اليوم بالإجراءات التالية أولا إحصاء هؤلاء المستفيدين من القرارات غير القانونية وإنهاء عقودهم فورا إحصاء هؤلاء المستفيدين من القرارات غير القانونية وإنهاء عقودهم فورا ثانيا محاسبة من أدخلهم من السياسيين إلى الدولة بتهمة انتهاك القانون إذا بدنا نعمل إصلاح وإلا إذا بدنا نضل هاي أو على الأقل حتى ما نأزين لهذه الجماعة اللي فيتوا على الدولة على الأليل لنحاسب المسؤولين بجرم انتهاك القانون دولة الرئيس إذا لم نقدم على محاسبة المسؤولين عن الرشو والفساد ومخالفة القانون بتدبير إصلاحي وجزري من هذا النوع فسوف يتكرر الفعل عند كل محطة ويستمر عجل الدولة وصولا إلى الانهيار لا سمح الله دولة الرئيس لا يمكن الاستمرار لا يمكن الاستمرار للدولة وفق غلبة القطاع العام بهذا الشكل على القطاع الخاص المترهل الذي صنع الأعجوبة الاقتصادية اللبنانية فنحن نشهد يوميا تعسر الشركات بعضها يسرح العديد الأكبر من موظفيه والبعض الآخر يقفل لأنه لم يعد قادرا على تحمل أعباء الخسارة لذا علينا العمل جديا وعاجلا لإنقاذ القطاع الخاص وإلا فالدولة مسرعة نحو المصير المجهول دولة الرئيس نحن نعتقد أول شيء لما طلعنا يمكن ضد هالموازنة ليس لحتى نمنعها من أنها تنفذ بس إنما ارتقينا بهالوضع لحتى نعمل صدمة إيجابية للمسؤولين لحتى نشوف شو بدنا نعمل لحتى نخلص البلد لأن ليس الموازنة هي اللي بتخلص البلد هي السياسة الاقتصادية وما يطبعها هي اللي بتخلص البلد لذلك نعتقد أن إنقاذ الدولة من الانهيار يتطلب إجراءات جريئة أولا امساك الدولة بمقدرات ها المالية العديدة وزير المال من كم يوم خبرنا ومشكور أن في 94 مؤسسة بالدولة لا يعرف عنها شي معقول 94 نعم ولمقف عظم 94 مؤسسة بالدولة وزير المالية لا يعرف عنها شي كيف تنظار قد فيها وظائف كيف المال ينزل كيف يطلع ما أحد يعرف طيب وين كيف هذه وكيف نعمل دولة ما بعلم ثانيا اشراق القطاع الخاص في المؤسسات العامة طالما نحن بعد نفكر أن المؤسسات العامة هي بتدير أموال الدولة معناتها نحن رايحين نحو الإفليس يا أخوان لذلك هؤلاء اللي سبقونا بكل البلاد العالم شركات الكهرباء شركات خاصة شركات الاتصالات شركات خاصة المرافق شركات البحرية شركات خاصة المطارات شركات خاصة كل ما هو ربحي بتدير شركات خاصة نحن بعدنا أبدا بالقطاع العام لا لحتى نحط المحاسيب أو لا سمح الله نمارس الفساد وأكبر دليل أنه أغلب الوزراء بس يجي لعندهم شي طلب غير قانوني بيكتب عليه مع الإصرار والتأكيد أنه وما نوس أغلب عن القانون يعني كل الوزير ما احترام للكل يمكن كلنا اليوم جد أغلب الوزراء بيكتب لك مع الإصرار والتأكيد وخلص أنه القانون ما نوس إليه عنه صار عنا 30 وزير يعني 30 ديكتاتور سوري ثالثا تخفيف عديد القطاع العام وتطويره رابعا وأخيرا محاربة الفساد في كافة أوجهه فعلا لا قولا نحن نعتقد أنه على أساس هذه البنود الأربعة الإجراءات إذا اتخذت الدولة قادرين أن ننقص بلدنا من المصير المجهول يمكن يلي اكتار من الناس بخافوا منه كل يتنخايفين منه بدي أختم بدي أقول بالنسبة لمنطقة عكار دولة الرئيس في كثير من مواطنين من عكار فحص الدم 20 ألف ليرة ما معهن أحد المواطنين اجل عندي من ويدي خالد بالوكايند قال لي أنا عندي فرن بينتش خمسمائة خمستالاف ربطة خبز بالنهار بقبض نقدي ألف وخمسمائة والبائدين القطاع الذي قاله زميلة وليد البعريني وطارق المرعبة ومصطفى حسين أنا أريد أن أشد أيده وإنهم أكيد أيدهم ونطلب من على أيدهم وأطلب من دوت الرئيس الحريري الذي يعرف عكار منيح وعمل جولات كثير عليها ويعرف قدين الناس يحبوها ونيك أنه يعطيها شوية انتباه وخصوصا للأوتوستراد العربي الذي هو أساس التطوير والإنماء بمنطقة عكار ولأن هذه الموازنة خالية من أية رؤية اقتصادية أو بنود إصلاحية بنيوية ولأنه نحن بالقوات اللبنانية بدنا نعمل شي صدمة إيجابية لحتى المسؤولين يروحوا نحو الإصلاح الحقيقي وفقا لها البنود الأربعة ويلي بيوسح هو بعدين أعلن ورفضي لها آملا من المجلس الكريم الزهاب فورا لتبني الإجراءات الإنقاذية شكرا